قمنا اليوم بزيارة إلى إدارة الزاق المستقلة مع فريق المستشارين من وزارة الصحة في إقلين كردستان ومدير عام صحة الدهوك حيث التقينا بالمشرف على إدارة الزاق المستقلة والدكتور سيروان النجار المكلف بتسلم مهام عملية جديد كمديرا عاما لرئاسة صحة الزاق وقد التقينا أيضا بمدراء المستشفيات في إدارة الزاق المستقلة وعميد كلية الطب في زاقه وفي اجتماع لنا بحثنا عدة محاور تخص القطاع الصحي والتعاون بين كلية الطب والمستشفيات وتطوير القطاع الصحي بما يخدم أهالي إدارة الزاق المستقلة من خلال وضع القطط المستقبلية التي ستطور هذا القطاع الخدمي المهم الصحي نرحب بزيارة الدكتور سامان بارزنجي وزير الصحة في حكومة تقليم كردستان إلى إدارة الزاق المستقلة وذلك لحضور مراسم تكليف الدكتور سيروان النجار بمهام عمله الجديد كمديرا عاما لرئاسة صحة الزاق وكنا قد عقدنا عدة اجتماعات مع السيد وزير الصحة حول الوضع الصحي في زاخو وكيفية تطوير هذا القطاع المهم الذي سيتم تحويله بتعاون جميع الدوائر المعنية ورئاسة الصحة الزاق ووزارة الصحة في إقليم كردستان إلى مراحل جديدة أكثر تطورا وتقدما كردستحيل زاخو مشتات قناها قددا